لا يزال العالم مجهولا بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب عشرات الدول وأصاب عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم كما أودى بحياة المئات وعلى ما يبدو أن المعلومات المتعلقة بكيفية عمل الفيروس وانتشاره وتأثيره على البشر تتغير بين الحين والآخر فيما تستمر كبرى شركات الأدوية والمعامل في دراسة سلوك الفيروس لإيجاد علاج فعال له وفيما يتعلق بسلوك كورونا كشفت دراسة حديثة أثارت قلق الكثير حول العالم طريقة انتشار الفيروس فبعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس لم تثبت إمكانية انتقاله لمسافة متر أو أكثر جاءت الدراسة لتوضح طريقة انتقاله إلى الأشخاص ومدة بقائه على قيد الحياة في الهواء وعلى الأسطح حيث تظهر الأبحاث التي أجراها مسؤول صحة الأمريكية وخبراء آخرون أن فيروس كورونا بإمكانه أن يبقى في جزيئات الهواء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات وأن يعيش على الأسطح لنحو ثلاثة أيام كما يمكن اكتشافه على الأسطح النحاسية لمدة تصل إلى أربع ساعات وعلى الأسطح الكارتونية لمدة تصل إلى أربع وعشرين ساعة وعلى الأسطح البلاستيكية والفولاذ المقاوم للصدى لمدة تتراوح بين يومين إلى ثلاثة أيام كما جاء في الورقة البحثية خطورة الفيروس مقارنة بالإنفلاونزا التي تعيش على الأسطح فقط والمدة تقترب من ثمان واربعين ساعة كما أوضحت أنه يمكن للفرد الذي يحمل الفيروس أن يصيب حوالي شخص إلى ثلاثة أشخاص مما يجعله أكثر عدوى من الانفلاونزا ولا يزال علماء منكبين على دراسة كورونا الذي انتشر في معظم دول العالم وخلف حصيلة كبيرة من الوافايات والمصابين وحتى وقت إعداد التقرير لم يتم إيجاد أي علاج للفيروس الذي يعتقد أنه بدأ في التفشي داخل سوق للمأكلات البحرية في مدينة وهان وسط الصين أواخر العام الماضي اشتركوا في القناة